أكثر من ثمانين مهاجراً غير نظامي لا يزالون يرفضون النزول من سفينة شحن بمصراتة لليوم الثامن على التوالي بعد أن جرى إنقاذهم في عرض المتوسط بحسب البحرية الليبية المتحدث باسم البحرية أيوب قاسم أوضح لليبيا الأحرار أن هؤلاء المهاجرين والذي ينتمي أغلبهم لجنوب السودان يرفضون مغادرة السفينة ويطلبون الذهاب إلى إيطاليا رغم تقديم الطعام والماء والبطانيات الشتوية لهم للحفاظ على أرواحهم جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة من جهتها هي أيضاً أعلنت تقديمها المساعدات الإنسانية لهم بعد تلقيها نداء من سلطات بناء مصراتة بالتدخل الإنساني وأنها وفرت عدداً من سيارات الإسعاف وأجرت الكشوفات الطبية لهم داخل السفينة موقف المهاجرين هذا ترجعه منظمات حقوقية للأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشونها في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا أوضاع وانتهاكات تعدت مستوى المعاملة السيئة لتصل إلى حد الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي لهم إضافة إلى بيعهم في كثير من الحالات في سوق الرقيق وفق المنظمات ذاتها حالات لا إنسانية كثيراً ما تحمل مسؤوليتها لليبيا من قبل منظمات حقوقية ودول أوروبية عدة رغم تأكيدات المسؤولين أن ليبيا لم تتلقى أي مساعدات بالخصوص وأنها غير مسؤولة أو مجبرة على تحمل عبء كهذا كونها دولة عبور لا مصدر وكونها لا تتمتع بمستوى اقتصادي يؤهلها لذلك هذه الدول الأوروبية نفسها ووفق منظمة العفو الدولية انتهكت القانون الدولية عبر إعادة عدد من المهاجرين إلى ليبيا والتي لا يمكن اعتبارها مكاناً آمناً للإنزال على حد تعبيرهم إضافة إلى غلق حدودها بشكل كامل أمامهم ورفضها رفضاً قاطعاً استقبال أي منهم على أراضيها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وصف الطلبات الأوروبية بخصوص المهاجرين بالنفاق على اعتبار أن الأوروبيين يطالبون ليبيا بالإبقاء على أكثر من ستمائة ألف مهاجر داخل الحدود الليبية منهم فقط ثلاثون ألفاً في المخيمات الرسمية التي أعدتها الحكومة في الوقت الذي ترفض فيه الدول الأوروبية قبول مهاجر واحد على حد قوله تناقض أوروبي واضح بين التصريحات والأفعال والتي كالعادة يذهب ضحيتها الضعفاء الذين لا يجدون سوى البحر من أمامهم والحدود المغلقة من ورائهم